السلام عليكم ورحبا بكم خوتي في قناة سوق السيارات لا تنسوا اشتركوا معنا في قناة فعلوا الجرس ودروا النجام لا فيديو ربي افضلكم ان شاء الله وسط طالب عالي للمواطنين وارتفاع حد للأسعار وانقطاع عن الاستيراد دامة أزيد من أربع سنوات وتوقف مصانع التركيب المحلية عن تموين السوق الوطنية منذ سنتين يؤكد وزير صناعة أحمد زغدار أن ملف السيارات اليوم يدرس من طرف خمس وزارات في الحكومة وهي الصناعة الطاقة المناجم المالية والتجارة والداخلية والجماعات المحلية حيث تم ايدا 73 طالب للاستيراد من طرف كلا السيارات المعتمدين بينما يوجد 46 طعن على طاولة اللجنة التقنية تنتظر الفصل في القارب العاجل وأكد زغدار أن دفتر شرط استيراد السيارات الجديدة بات جهزا وسيتم الكشف عنه قريبا حيث يتضمن بعض التعديلات الخفيفة في حين تتواصل عملية دراسة الميل الفاتح حيث استقبلت وزارات صناعة لحت ساعة 73 طالبا للاستيراد من طرف الوكالاء المعتمدين و46 طعنا وبالمقابل منح وزير القطاع الأولوية لتصنيع وتركيب سيارات محليا بدل استيرادها مؤكدا أن الجزائر باشرت مفاوضات مع مجمعات عالمية عملاقة لإنتاج المركبات محلية وقال زغدار خلال نزوله ضيفا على حصة فوروم الإذاعة بالقناة الإذاعية الأولى أن ملف السيارات اليوم على طاولة الدراسة حيث يرتقب إصدار دفتر شرط منظم لعملية الاستيراد قريبا بالموازات مع مواصلة دراسة الملفات المدعاة على الطاولة مشددا على أن دفتر الشرط المعدل سيحمل نقاطا جديدة لإنهاء الأزمة وتسريع العملية كما أكد أن الأبواب اليوم مفتوحة أمام الراغبين في الاستيراد الشخصي مفندا أي منع لاستيراد المركبات بشكل فرطي وعن الأسعار المرتفعة أكد وزير الصناعة أن ملف تحددها مش الربح من صلاحيات وزارة التجارة وليس الصناعة في حين برر ارتفاعها حاليا بتضعف أسعار المواد الأولية الموجهة لتصنيع السيارات بكافة بقاع العالم وضرب مثالا عن ذلك بطايوان التي تشهد ارتفاعا حدا في الأسعار بما أكد أن اللجنة التي تدرس الملفات مكونة من قطاعات صناعة والتجارة والطاقة والمناجم والداخلية والمالية أي خمس وزارات تعكفوا على دراسة الطلبات وتعجيل الفصل فيها لو لا بضعة تحفظات فرضتها النصوص القانونية المطبقة فضلا عن تزامن هذه الدراسة مع استفحال وباء كورونا وأوضح الوزير أن الحكومة لأهمية كبرى للتصنيع خلال المرحلة المقبلة وبشرت مفاوضات هامة مع منتجين عالميين كان يترد أن تصل مراحل هامة لو لا التعطلات بسبب ظرف الصحي التي فرضته الجائحة هذا وشهدت أسعار المركبات ارتفاع غير مسبوق قدره تجمع كلاء السيارات الجزائرين بنسبة 200% خلال الأربع سنوات الأخيرة ما رده إلى الندرة الحادة للسيارات وتضعف طالب مقارنة مع العود وتعطل الإفراج عن رخص الاستيراد في كل مرة وعودة الملف في العديد من المرات إلى نقطة الصفر بعد تعديل دفتر شروط الاستيراد لحد الساعة ثلاث مرات وإلغاء الملفات المدعاة قبل التعديل مع العلم أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات طالب اعتماد المركبات اليوم لا تزال تنشط على مستوى زارة صناعة وتستقبل وتدرس الملفات رغم قرار تعديل دفتر شروط الأمر الذي يطرح تساؤلات حول كفية دراسة الملفات وفق دفتر شروط لم يسطر بعد في الجريدة الرسمية